السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة البيت السعيد موضوعنا للنهار اليوم هو النظافة الشخصية للأطفال كيف نعلموهم النظافة الشخصية سواء ذكور او ايناث انا اضعت لكم بعض المتاسيك بتاع بنتي حبيت نقول لكم بالنظافة شخصية مهمة للطفل منذ الصغار نعودوه عليها بها تسهل علينا العملية في الكبر مش في الصغار نعودوهم اول حاجة نعودو الطفل صباحا عند النهوض غسل الوجه كان اقل من اربع سنوات نغسلوه انا اياه اذا كان من اربع سنوات فما فوق النهوض اول حاجة يديرها غسل الاسنان بعد الفطور عفوا غسل الوجه بعد الفطور غسل الاسنان غسل اليدين كل وقت تقريبا لانه يمس في الجراثيم يمس الميكروبات يمس الالعاب يمس الاسطح يمس كلش تقريبا بعد اللعب يغسل وياكل مشت الشعر ان كانت انثى صباحا ومساء نعودوهم يلبسوا لباس وفي النهار نلبسوهم لباس ونعودو خارجين يلبسوهم لباس جميل يولي الطفل عند الخروج خارج المنزل يتعلم الاناقاف يكون انيق ولم لا يكونوا اطفالنا ذات منظر باهي ومليح اللي يشرفنا طبعا وضع العطر نديرو عطر خاص بالاطفال ان كان صغير نشريو عطورها السباع والحمد لله من 10.000 حتى المليون نشريو بعض العطول اطفالنا اللي يكونوا صغر بدون كحول ومن بعدها نديرو لهم دي بارفا ونديرو لهم باتبلي فيهم رائحة عطيرة لازم نعلموهم كين بعض النساء ربي يغفر لهم ان شاء الله يقول لك انا ما ننضفش الولدين خليه كما هكبه ما يضربوهش بعين صراحة هذا مبات تعاني معاه ما يضربوه لكلا بعين لوالو لازم نضف اطفالنا لانهم لامانة عندنا لاننا نحن نتحاسب عليهم يوم القيامة وطبيعة الحال بعدك يكبر يقول لي انسان متصخ احنا يقولوا والدي اللي معلموهش النضافة احنا نديروه جهدنا والباقي على رب العالمين طبعا الاستحمام اسبوعيا في الصيف صراحة يوم بعد يوم او يوميا تصفيف الشعر للبنات في المناسبات نعلموهم الاناقة لانه صدقوني الاناقة والنظافة تخلي الانسان في راحة نفسية ومن بالك الطفل الصغير يقول لي يقدر الجمال ويعرف قيمته ويقدر الاناقة سبحان الله حتى الطفل الصغير كي تبدي تعلميه يلبس قش ويلبس حاجة مليحة يقول لي يحافظ عليها ويخاف حتى ليو السخة ويشوف معروحه في المرأة بكل فخر انا خاصة بنتي والله تبقى تشوف مع شعارها وتمس فيه وفرحانة بروحها كتعة تخارجة وتفرح كتعة تخارج للخارج بي نبس لها الثوب جميل لانو متاع البيت رح يكون بسيط طبعا هذه هي نتمنى کنفتكم اذا عندكم نصائح او إرشادات او خبراتكم عبر خبراتكم وشاركونا بهم انا كنت وعدتكم في الفيديو السابق اني يكون ليوم نحط لكم فيديو درككم هذه الكلمة بخارة و للأسف الشديد تأتي لكم نصورها طاحت لي و تقسرت شوية من الفوق شوفوا معي و حطيت فيها شمعة سوف نعودها إن شاء الله مع لي الشيخ سوف نعودها إن شاء الله و نوريها لكم المهم أنتم لم ترى التاريقة أرجو أن تتبعوا هذه التاريقة وتتبعوا الخطوات نعطيكم بربما إن شاء الله هنالك ندير واحدة أخرى و نعطيكم الخطوات التي تتبعتها أنا بني ويهز في الحوايس المهم إن شاء الله تكونوا استفدتوا دعمونا باللايك الاشتراك في القناة طلعونا القناة حبابتي بارتجيوا مع أصدقائكم و دعمونا في التعليقات و إن شاء الله نبقى دوما ويدوم التواصل والمحبة بينتنا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته